بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية هذه الآية ذكر الله عز وجل أن المساجد بيوت الله عز وجل فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ورفعها يكون رفعا حسيا ورفعا معنويا فالرفع الحسي ببنائها وصيانتها والقيام عليها وما تحتاج إليه والبناء والرفع المعنوي أن يتعبد لله عز وجل بها والمساجد بيوت الله عز وجل يجب أن تعظم وأن تحترم وتعظيمها واحترامها من تعظيم شعائر الله قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه والمساجد يتعلق بها أحكام كثيرة منها أولا أن من دخل المسجد فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين وأن لا يجلس قبل أن يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وسواء دخل في وقت نهي أم في غير وقت نهي لعموم الحديث ومن أحكام المساجد أن تنظف وتطيب وتهيأ للمصلين ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور والأحياء وأن تنظف وتطيب من أحكام المساجد أيضا أن الآتي للمسجد يجب عليه أن يعظم هذا المسجد وأن يحترمه فمن تعظيم المسجد واحترامه ألا يأتي إلى المسجد بثياب رثة أو بروائح كريهة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا لأن الذي يأتي إلى المساجد بروائح كريهة ولا يتنظف ولا يعتني بنفسه أولا أنه لم يحترم هذه المساجد ولم يعظمها وثانيا أنه يؤذي إخوانه المؤمنين وقد قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينة فعلى المر أن يرعى لهذه المساجد حرمتها ومن احترام المساجد أيضا أن لا ترفع فيها الأصوات فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يرفعون أصواتهم ويجهرون فقال عليه الصلاة والسلام كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض لأن رفع الصوت بالقرآن والذكر والتسبيح إذا كان فيه إيذاء لمن كان بجوارك فإنه ينهى عنه لأنه يشوش عليه ومن ذلك أيضا أعني من الأذية التي فيها رفع الصوت ما يحصل من الهواتف أن قال الجوالات من أصوات فينبغي للمرء بل يجب عليه إذا دخل المسجد أن يراعي هذا الأمر وأن يغلق جواله لأنه يشوش على نفسه في صلاته فلا يمكن أن يخشع وهذا الجوال يظهر هذه الأصوات ثم أيضا يشوش على غيره من إخوانه المؤمنين وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من أكل ثوما أو بصلا ألا يقرب المسجد والمصلى مع أن أذية من يأكل الثوم والبصل إنما هي لمن يكون بجواره فكيف بك بهذه الأصوات التي يتعذى بها من في المسجد فعلينا أيها الإخوة أن نرعى للمسجد حرمته وأن نرعى له حقه ومن الأحكام أيضا التي تتعلق بالمساجد أن من سبق إلى موضع في المسجد فهو أحق به قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به والسبق إنما يكون بحضوره ببدنه لا أن يضع سجادة أو عصا أو غير ذلك ولهذا كان التحجر أعني كون الإنسان يتحجر في المسجد وهو غير موجود فيه كان من الأمور المحرمة لأنه يتحجر موضعا ومكانا غيره هو أحق به منه فعلى المرء أن يرعى أيضا هذا الجانب وأن لا يتحجر موضعا أو يضع في موضع من المسجد شيئا إلا إذا كان في المسجد أو خرج من المسجد لعارض ثم يعود بعد ذلك فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به من الأحكام أيضا المتعلقة بالمساجد أنه تشرع عمارتها بذكر الله تعالى وتسبيحه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليه مستكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده فيشرع في هذه المساجد إقامة حلق القرآن وحلق الذكر ويشرع أيضا للمؤمن أن يحضرها لينال العلم لينال ما يلقى من العلم ولأجل أن يحصل هذا الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أي لفظا ومعنا ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليه مستكينة الطمأنين فتطمئن قلوبهم لأن القلوب تطمئن بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نزلت عليه مستكينة وغشيتهم الرحمة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في من عنده هذه بعض الأمور وبعض المسائل التي أحببت التنبيه عليها أسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه جواد كريم بر رحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر